اشتركوا في القناة احادا لرجوع عن الوفاق باطلاق كما ذكرت جريدة العدالة والبناء انما دع فضلة المفتي حزب العدالة والبناء والاحزاب الاخرى ان يتخلق عن تسمية ما ليس وفاق او وفاقة المكتب اضاف في بيان النشرة على موقع دار الافتاء الاحد ان المفتي يناشد ويدعو الى الوفاق الحقيقي الذي يأتي بالخير وانه لا يدعو الى التراجع عن الوفاق كما اطلقته جريدة الحزب كما اضاف المكتب نقلا عن المفتي قوله ان المشكلة لا تتعلق بمنهم في حكومة الوفاق او المجلس رئاسي في اشخاصهم وانما المشكل الحقيقي الذي يهدد امن ليبيا هوى في مسودة الوفاق التي لا وفاق عليها المكتب اعتبر ان مصادر عن حزب العدالة تشويها للعلماء اشترك فيها مع اخرين عبر قنوات فضائية يتنقل فيها ساسة ومحللون يفتحون شهية الناس الى اللمز والتشكيك في مصداقية مؤسسة الافتاء اذا واضف المكتب الاعلامي لدار الافتاء في بيانه بان هناك خمس ملاحظات جوهرية في المسودة طلب الغلماء في مجلس البحوث التابع لدار الافتاء تعديلها وانه لا يجوز التفريط في اي وحيدة منها لانها الحد الادنى الذي تحفظ به حرمة الدين والوطن المكتب اشار الى محاولة البعض التهوين من هذه الملاحظات وبانه قد تم تعديلها في المسودة الاخيرة وتجرأ بعضهم برمي المفتي بالغفلة وبانه اثن يردد ما يسمعه من بعض من حوله من الموظفين وانه يتكلم عن مسودة قديمة ولا يتابع التعديلات الاخيرة واحل المكتب من اراد الوقوف على الحقيقة الى مواضع وارقام الملاحظات في المسودة على صفحة دار الافتاء يشار الى ان صحيفة حزب العضلة والبناء نشرت مقالا على صفحتها اتهمت فيه المفتي بانه يدعو الحزب للتراجع عن موقفه الداعم للوفاق بجانب عنوان اخر لها تقول فيه رئيس حزب العضلة والبناء يدعو لانقاذ الوطن وهو ما اعتبره المكتب تشويها للعلماء وتلبيسا مجافيا للحقيقة اصدر الاتحاد الليبي لروابط اسر الشهداء والمفقودين لفورة السابعة عشر من فبراير بيانا بخصوص الوضاع الراهنة في البلاد معربين عن قلاقهم ما يحدث من تجاذبات سياسية وصراحة على السلطة الاتحاد طالب في بيانه كافة اطراف النزاح السياسي بعدم الزج باسر الشهداء في خضم تجاذبات وصراح سياسية مؤكدين انهم لن يسمحوا باستخدامهم للضغط على اي طرف من الاطراف الليبية وشدد الاتحاد دعمه الكامل لجهود التوافق والمصالحات الوطنية يذكروا ان الاتحاد الليبي العام لروابط اسر الشهداء ومفقود ثورة السابعة عشر من فبراير يضم في عضويته ستة عشر رابطة تمثل اسر الشهداء والمفقودين في ليبيا كافة اكدت الرابطة الليبية لضحايا التحذيب والاخفاء القسري بدولة الامارات بان فريق الدفاع عن المعتقلين قد انهى اعداد مرافعته القانونية التي ستعرض في جلسة الاثمينة رابطة في بيان لها اكدت لأسر المعتقلين استعداد فريق الدفاع لاظهار الحق الواضح ببراءتهم وذلك بتقديم الحجج البينا والواضحة لبراءتهم على حد وصل البيانة وثمن البيان انتصار هيئة المحكمة للعدالة بالحكم ببراءة السيدين عدل ناصف ومعاذل هاشمي مطالبا جهاز امن الدولة بسرعة تسليم جوازات سفرهم ليلتحق بعوائلهما واحبابهما ووطانهما على حد البيانة يشار الى ان غذان الاثمين ستنعقد جلسة المحاكمة لرجال الاعمال لبيين الاربعة الذين ما زالوا معتقلين في دولة الامارات تشهد الحاصمة طرابلس حالة انقطاعا للمياه لساحات طويلة منذ مساء السابت وحتى صباح الاحد وارجحت مصادر مطالحة في ادارة المنطقة الجنوبية لمشروع النهر الاسباب الى حدوث تعثر في امدادات المياه من حقول ابار الحسونة بسبب انخفاض الجهود بالشبكة العامة لكهرباء يوم السبت وان جهودا تبذل كي تتم سيطرة على الوضع التشغيلي باسرع وقت واكدتنا الاوضاع الفنية الان اصبحت مستقرة وعمليات التشغيل اعادت الى ما كانت عليه من قبل وطالبت المستهلكين التقليل من استخدام المياه قدر المستطاع ختم الموجز الى اللقاء